بس عايزة أقول تعليق على بيرسي تاو بيرسي تاو لما جيه كانوا بيسألوا طموحك إيه وكان خد قبل كده بالمناسبة بطول الدولي أبطال قبل ما يحترف في أوروبا مع سان داونز طب راجع أفريقيا ليه قال لهم أنا طموحي أن أنا أحقق لقب جايزة أو أحقق جايزة أفضل لعب في قارة أفريقيا وخد بالك هنا في فرق كبير جدا بالإمكانيات لعيبة كتيرة جدا لعيبة كتيرة جدا عندنا هنا في مصر وبرى مصر كانت لعيبة على على مستوى وإمكانياتها ما فيش اتنين المنافسين يعترفوا بيها قبل الجمهور لكن ما فيش تاريخ تكتب وما فيش مجد تتحقق وما فيش ذكريات تتحكي ولا تتقال لأن الموهبة آه مهمة جدا والإمكانيات شيء عظيم جدا لكن بدون وجود المنظومة اللي تساعدك على الوصول للنجاح مش هتقدر تتحقق شيء وده اللي أدركك بيرسي تاو من لحظة قدومه واختياره أن يكون موجود وحتى لما اتطلع في وقت من الأوقات أن بيرسي تاو ممكن يبقى خارج صفقة خارجة من النادي الأهلي بيع كانت أو إعارة كان عنده تصميم شديد جدا أنه يكمل المشوار لغاية آخره وده كانت آخرة المشوار من ناحية النجاح أتمنى طبعا مزيد من نجاح لبيرسي تاو أتمنى أن يكون واحد من مفاتيح فوز الأهلي في بطولة كاس العالم ترجمة نانسي قنقر